مع دخول شهر رمضان الكريم وبداية سباق الدراما الرمضانية السوشال ميديا بتتقلب وبنشوف دايما حالات إشادة بمسلسلات وحالات تانية هجوم على مسلسلات برضو صحيح إن الموضوع بدأ السنة دي بدري قوي ولكن متوقع إنه هيزيد جدا في رمضان بمجارب بداية عرض المسلسلات ونبقى مثلا لسه في الحلقة الأولى أو التانية من المسلسل ولسه أصلا قصة المسلسل ما بانيتش ولا واضح منه أي شيء وتلاقي السوشال ميديا مقلوبة طيب يا جماعة نصبر أو نستنى؟ لا مفيش خالص وده اللي خلينا نسأل نفسنا سؤال مهم وهو هل السوشال ميديا ممكن تتحكم في نجاح أو فشل أعمال الدرامية في رمضان؟ حاجة تانية كمان ليه الناس كتير بقت تمشي وراء النقد الموجود على السوشال ميديا ولو جيت مثلا سألت حد هل انت شفت المسلسل يقولك يعني مش قوي طيب لما هو مش قوي ليه بتقول رأيك؟ النقطة التانية برضو إنه فيه ناس كتير جدا متقمسين شخصية الناقد الفني وبيعودوا يحللوا المسلسلات بصورة غريبة جدا وغير مفهومة كل الكلام ده هو اللي خلينا نفكر في إنه يا تارى هيكون فيه دور للسوشال ميديا في الدراما بتاعة رمضان السنة دي